احداث كثيرة شهدها هذا الاسبوع نتناول ابرزها ونبدأ من التفجيرات التي هزت مدينة بوستن ومعها اهتزت فرائص الامريكيين المعلومات تقول ان المسببهما من اصل سيساني جرى قتل احدهما فيما تم اعتقال الاخر ولم تتبنى بعد يجهة هذه العملية من وراء تفجيرات بوستن ولماذا لم يتوصل محاقق الاف بي اي لغاية اللحظة من الكشف عن خيوط هذه العملية الموضوع الثاني من مصر التي صدم شارعها او بعضه بنبأ اخلاء سبيل مبارك وتبرئته من قتل الثوار هل في الامر قطبة مخفية ولماذا يعتبر البعض ان القضاء تباطأ كثيرا في هذه القضية محطتنا ثالثة من فوز نيكولاس مادورو في الانتخابات الفنزولية بفارق ضئيل جدا على منافسه والسؤال لماذا دخلت واشنطن بهذا الوضوح على خط رفض النتائج وما معنى عدم اعترافها بها ولماذا تتهم بمحاولة تنفيذ انقلاب او باشعال حرب اهلية في البلاد ماذا تضمر الولايات المتحدة لفنزولا اخيرا بيع وشراء في سوق سوداء للاتجار بالاعضاء في ثورة فاضت بالدماء اهلا بكم الى العد العديد موسيقى مشاهد تفجيري بوستن اعادت الامريكيين بذاكرة الى احداث الثلاثاء الاسود احداث الحادي عشر من سبتمبر اسئلة كثيرة لا تزال من دون اجوبة كل ما عرف حتى الان هو ان الاجهزة الامنية القتل قبض على مشتبه به وقتلت الاخر وهما شابان شقيقان من اصل شيشاني وذلك خلال تبادل لاطلاق النار مع قوات الشرطة في بلدة ووترتاون القريبة من بوستن بولاية مستشوسيتس مصدر امني على صلة مباشرة بالتحقيقات الجارية كشف ان التقارير الاولية لا تدل على وجود صلة بين المشتبه بهما تامرلان وجوهد سارناييف بتنظيم القاعدة او فروعه مضيفا ان الشقيق الاكبر تامرلان غادر امريكا لستة اشهر الى روسيا بداية الفين واثني عشر لماذا يلجأ هذان الشابان الذين نشأوا ودرسا هنا في الولايات المتحدة كجزء من المجتمع الامريكي الى مثل هذا العنف كيف خططا ونفذا هذه الهجمات وهل خصل على اي مساعدة اسئلة طرحها الرئيس الامريكي باراك اوباما ستجيب عنها بالتأكيد نتائج التحقيقات الجارية حاليا اميل بارودي عد لنا تقرير التالي من واشنطن ليوضح المشهد اكثر بمجرد حصول تفجيري بوستون يوم الاثنين الماضي بدأت الاوساط الامريكية بطرح تساؤلات عما وراء العملية واحتمالات ان تكون الولايات المتحدة قد دخلت مجددا في حرب ضد الارهاب اعتقد الكثيرون انها ولت ولم يأتي تحديد هوية المنفذين وما تبعها على صعيد التحقيق باي اجابات على هذه التساؤلات بدءا بالبديهي منها في هذه المرحلة اي رد فعل يجب توقعه من قبل الادارة الامريكية هل ما حدث في بوستون سوف يغير في السياسة الامريكية سوف يدفع الولايات الامريكية للقيام بعمليات انزال باماكن اخرى لا هذا العهد ولا لا اعتقد انه سوف يكون هناك التغيير في الاستراتيجية الخارجية الامريكية بناء على ما حدث في بوستون ومع استمرار عدم معرفة الدوافع وراء التفجير قد يجوز الاعتقاد ان لدى المشتبه بهما كونهما من الششان اجندة جهادية طبيعة الهدف في بوستون قللت منذ البدء من احتمال ان يكون للمنفذين اجندة داخلية وان لم تستبعده بالكامل ان المتطرفين الامريكيين القوميين هم يستهدفون بشكل عام مبادئ فدرالية يستهدفون الشرطة يستهدفون اشخاص في الحكومة مما يجعلنا يعني غير متأكدين من هدف هذه العملية لان لم تستهدف اي اطار حكومي او رسمي من جهة اخرى وبعد ان تبين ان شخصين على الاقل اشتركا بتنفيذ العملية اصبح من الضروري تأكد من انه لم يكن من منفذين غيرهما ويبقى اخيرا السؤال الذي لابد ان يسأل بعد عملية كهذه فهل من امكانية لمنع اي عملية من الحصول بالمطلق؟ هكذا عمليات امنية او ارهابية يمكن ان تحدث بظل اقوى نظام امني في ديمقراطية لبرالية يعني يمكن لو تكلمنا عن اتحاد السوفيتي او الصين لكان ذلك اعتبر ربما فجوة امنية بدأ البيت الابيض يشتاقوا الى السياح الذين عادة ما يتكدسون امام سياجه وذلك نتيجة للاجراءات الامنية بعد تفجير بوستن اجراءات امنية طالت كل المباني الحكومية والفيدرالية في العاصمة الامريكية من واشنطن اميل بارودي الميادين وينضم الينا من واشنطن خالد صفوريا المحلل السياسي والخبير في الشؤون الامريكية كذلك سيكون معنا عبر سكايك مدير مكتب الميادين في واشنطن دكتور منذر سليمان ابدأ معك دكتور خثم الامر لناحية التورط للشقيقين السيسانيين جوهر وتاميرلان ناتسا رايف بتفجيرات بوستن بتأكيد كل المؤشرات تدل على انهما قد ارتكبا هذا العمل ولكن لا تزال هناك تحقيقات تجري وسيتم التحقيق مع الأخ المجروح حاليا وجراحات خطيرة وبعد ان يستكمل التحقيق ربما سيكون هناك معلومات اضافية الملفت انه لا يوجد اي اشارة الى تنظيم محدد الى مجموعة الى جماعات اخرى قد قدمت العون لهم حتى الان بالطبع تتكشف ايضا ان الاخ الاكبر تم التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية منذ عامين بناء على طلب ربما من موسكو بسبب ربما بعض المعلومات التي توفرت حول امكانية مواقفه المتطرفة ولكن السؤال لماذا لم يتم متابعة المراقبة هناك بعض التسريبات الاستخبارية من اجزة استخبارات اجنبية تتحدث انه ربما الاخوين كانا مجندان وانهما عاملان مزدوجان بمعنى انه كان هناك تعاطي من قبل ربما الاجهزة الامنية الامريكية وبنفس الوقت كان لديهما اجندتهما الخاصة بمعنى ان يخترقا المنظمات المتطرفة ونتحدث هنا بصورة خاصة عن منظمات المتطرفة الشيشانية وانهما بنفس الوقت تم تجنيدهما ايضا من قبل هذه المنظمة واقدما على هذا العمل الملفت انه لم يستهدف هذا العمل مركزا حكوميا مما يعني انه حتى الالتباس حول الافق السياسي المتعلق بهذا الهدف بينما استهدفا مدنيين وفي مناسبة وطنية وايضا في مناسبة رئيسية دكتور هذا ما دفع البعض يشكك باحتمال ان يكون لهما اجندة خارجية او اسلامية متطرفة سيد خالد مدير او مصدر في الشرطة قال ان هذه الجريمة اكثر جريمة معقدة تعاملنا معها في تاريخ ادارتنا ومن هنا ربما نفهم التكتم الذي اخاطى بالتحقيقات وسير التحقيقات استنادا ايضا الى السوابق ربما تعلمتها واشنطن على سبيل المثال من تفجير اوكلاهوما هل هذا صحيح سيد خالد وذكر دكتور مندر سليمان ايوه معك نعم تفضل مثل ما ذكر دكتور مندر سليمان الهدف لم يكن هدف لا هدف عسكري ولا مطار ولا محطة قطارات وبالتالي هذا جديد جدا من ان تكون حركة او مجموعة ارهابية مرتبطة باي مجموعة اسلامية في هذا الموضوع هو حصل سابقا حوادث استهدفت مراكز رياضية نذكر قبل حوالي 14 سنة خلال الدورة الولمبية في اطلانتا كان تم استهدافها لكن كان الارهابي ارهابي امريكي ولم يكن له علاقة بسياسة الشرق الاوسط او بالاسلام وبالتالي هنا لازال هناك خيوض غامضة جدا بالنسبة الامريكان هناك تقرير قالت عنه فاكس نيوز اليوم انه الاخ الاكبر الذي قتل بالامس ادخل على او كان يتردد على ويب سايت اسمه ولاية داكستان واكتر من 500 مرة خلال السنتين الماضيتين ال سين ان عملت مقابلة مع عم الصبيين الذين قاموا بالعملية وقال انه في اخر سنتين خصوصا الاخ الاكبر اصبح له افكار راديكالية ويعتقد انه تعرف على امريكي ارمني دخل الاسلام وكان لديه اراء متطرف وانه اثر كثيرا لديه خلال السنتين الماضيتين هو انقطع اتصاله مع الاخوان وعمهم طبعا منذ 2009 وبالتالي هو يقول انه الاخ الاكبر وفي تصوري الاصغر عمره 19 سنة فعلى الاغلب الاكبر هو الذي يعني لعب نفوذ اكبر على اخوه الاصغر في اقناعه بالدخول على العملية وبالتالي اعتقد خلال الايام او الاسابيع القادمة ستتكشف بعض الخيوط والامريكان لديهم امكانية متابعة الانترنت حتى لو قبل سنتين او ثلاث سنوات او خمس سنوات وكذلك انا اعتقد انه احتجاز اخت الشخصين الذين ارتكوا الحادث في ولاة نيوجرزي كذلك للتحقيق معها هو من اجل جمع ما تستطيع الحكومة ان تجمعهم الخيوط لا زال الوضع غامض لكن ستتكشف كثير من الامور خلال الايام غامض وحذر نوعا ما ولو انه وزيرة الامن الداخلي تقول ان تفجيرات بوستون هي جزء من مؤامرة كبرى الى اي مدى يمكن ان يكون او تتجه الاحتمالات بالاتجاه دوافع داخلية خاصة وانه التفجيرين سيد خالد وقعا في نفس يوم الضرائب الامريكي ونحن نعرف مدى كره الامريكيين للضرائب بشكل عام وكذلك يوم ما يسمى باتريتس دي او يوم الوطني وله معنى كبير بالذات في بوستون حيث ان الحرب ضد الانجليز بدأت فيه ذلك الوقت هي بعض التواريخ تقول 15 بعض تقول 19 لكن بالحالتين هو بالنسبة لمدينة بوستون اليوم له معنى وحدث مهم ويشارك في هذا السباق 24 الف شخص وبالتالي الاختيار لا زال احد اسباب الغموض كذلك من سبب اخر وتساؤل كبير لدى خبراء الارهاب في امريكا اذا كانت القاعدة لها علاقة لماذا لم تعلن مسؤوليتها والقاعدة تاريخيا تعلن دائما مسؤوليتها عن مثل هذه الحوادث الا اذا كان الشخصين قاموا بالعملية عاطفا مع القاعدة ولكن ليس لهم علاقة تنظيمية بأي جماعة ارهابية وما قاموا بمبادرة شخصية طبعا هناك ما يعطي بعض الانطباع عن شخصية الاخ الأكبر انه ذكر على صفحته في فيسبوك قبل اعتقد سنة او سنتين بانه يعيش في امريكا منذ عشر سنوات وليس له صديق امريكي واحد ويقول اليس ذلك عجيبا وبالتالي هو كان لديه نقمة بعض الشيء على المجتمع الامريكي حسب ما ذكروا في فيسبوك وهذا الشيء مشابه لحادثة التي حصلت في جامعة فرجينيا تيك قبل خمس سنوات كان مهاجر كوري وكان غاضب على المجتمع الامريكي وقال انه كذلك كان يقول المحيطين فيه واسرته انه لم يحصل على اي صديق في امريكا وكان الذي غضب لدى المجتمع الامريكي ومن اجل ذلك قام بقتل 27 شخص في الجامعة فمبكر الان ان نعرف حتى لو كان لديه بعض الخيوط او علاقات باتجاهات اسلامية متطرفة فانه قد لا يكون هذا السبب الوحيد بالحادث خصوصا اذا لم يكن له علاقة تنظيمية باي جهة خارج الولايات المتحدة نعم سنتابع بعض المعلومات عن ماراتون بوستن تحديدا منها ما ذكرت وحضرتك قبل قليل سيد خالد وبعدها اتوجه بالسؤال لدكتور موندر من جديد موسيقى 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 دكتور موندر ماراتون هو الاكبر والاقدم مثل ماراتون بوستن كان يفترض ان يكون محاط ربما باجراءات امنية اكثر صرامة ام انه اي حدث كبير من هذا النوع غابة عن اذهان الامريكيين برأيك؟ موسيقى 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 الأخوين على التدريب العسكري لكن وارد جدا أن خلال غياب الأخ الأكبر لمدة ستة أشهر في روسيا أنه كان في منطقة الشيشان أو داكستان وهناك تدرب على هذه الأمور وأنه هو الذي ركب القنبلة والأخ الأصغر فقط سعده في وضعها وهذا شيء وارد وأنا في اعتقادي في النهاية قد يكون هذا هو الاحتمال الأكبر كما ذكرت حضرتك أن نستبق التحقيقات ونوجه باتجاه معين على ذكر ما قاله دكتور منذر قبل قليل أنه بحال بالفعل التثبت من أن هذين الشيشانيين متورطان في التفجيرين إلى أي مدى سيكون هناك توظيف لما جرى أو ردات فعل تجاه المسلمين من جديد. يعني صحيفة تقول في حال وجدت أي صلة تربط بين المتطرفين الإسلاميين وتفجيرات بوستن فإن مخاوف المجتمع الإسلامي وجهوده المضنية للسيطرة على أي من هذه المخاوف سوف ترتفع إلى مستوى جديد آخر اليوم في صحيفة الواشنطن بوست هناك مقال في الواشنطن بوست يتكلم عن أنه هل نحن نواجه جيل جديد من الإرهابيين تسميهم إرهابيين الجيل الجديد الذين تربوا في أوروبا وكاتبة المقال تتكلم عن الحوادث التي حصلت في بريطانيا وفي إسبانيا وفي فرنسا والتي قام بها أولاد المهاجرين المسلمين وبالتالي تقول أن الأجهزة الأمنية ممكن عليها أن توجه انتبابها بدل أن تتوجه بالانتباه على المهاجرين وعلى الخارج أن توجه انتباهها إلى الداخل وإلى جيل جديد من الإرهابيين الذي بدأ يتربى في الدول الغربية وأعتقد أن هذا المقال يعبر عن توجه كامل في الأجهزة الأمنية الأمريكية وأعتقد أن الجالية ستدفع ثمن نحن نعرف أنه منذ أحداث سبتمبر تم اعتقال وسجن 390 شخص مسلم في الولاة المتحة وسجنهم والعديد منهم يعني موسيكو متلبسين في إما على وشك أن يضعوا قنبلة وإما أنهم كانوا يضعون أو يرتبون لعملية إرهابية وفي الكثير من الأحيان كانت الأف بي آي وراء الترتيب ولكن كانت توقع بهؤلاء الأشخاص لكن مجرد أن الشخص أبدأ اهتمام بأن يقوم بذلك هذا يكفي بالنسبة للأجهزة الأمنية أن تعتقله وبالتالي 390 حالة التي حصلت خلال الـ 12 سنة الماضية تعطي أو تلفت انتباه الأجهزة الأمنية إلى الداخل معظم هذه الحالات هي في داخل أمريكا جزء منهم مهاجرين لكن جزء منهم هم جيل ثاني أو بعض الأمريكان البيض الذين تحولوا للإسلام وفي حالة في فلوريدا كانوا خمسة أو ست أشخاص من الأمريكيين السود الذين اعتنقوا الإسلام قبل فترة وحاولوا أن يخططوا لضرب سيرس تاورس وبالتالي أعتقد أنه ستدفع الجالية ثمن لكن كل ذلك يعتمد على كيف تعالج قيادات الجالية والقيادات السياسية الأمريكية هذا الموضوع وكيف تعالج ربما وسائل الإعلام الأمريكية هي بشكل أو بآخر تؤثر على الرأي العام الوسائل التلفزة بشكل خاص دكتور مندر كيف تعاطت مع الموضوع يعني للأسف حتى الآن لا تزال هناك مجالات وفرص للخطأ للجهل أو ربما أحيانا عن قصد في عمليات تحريض في كيفية حرف المعلومات وارتكبت مثلا CNN بصورة خاصة ولا نقول عن Fox News المحافظة التي عادة ما تحرض على الأقليات وعلى المسلمين ارتكبت خطأا كبيرا مبكرا قبل نكشف عن هويتهما بالحديث بالإشارة إلى أن طبيعة السحنة للشخص كان لم يتم اعتقال أحد وتم تسريب أن سحنته سمراء وهذا يعني يدفع باتجاه معين إذن الإعلام الأمريكي لا يزال يطعاط في سعي وراء السرعة على حساب الدقة وفي اختزان مقيم ومواقف قيمية معينة دائما تنظر بصورة دونية وبصورة محرضة على المسلمين وعلى الأقليات الأخرى وعلى السود وعلى الهسبانيك لا يزال هذه الثقافة قائمة فقط أود أن أضيف مسألة لقطع النظر عن الأجيال التي تدخل في هذا العنف هناك المجتمعات الغربية والمجتمع الأمريكي مجتمع حاضن للعنف إن كان على مستوى ثقافة العنف قائمة في السينما في التلفزيون في الحياة العامة في القدرة السهلة على امتلاك السلاح الفردي في هذه القدرة الكبيرة القوية للوب السلاح يعني بمعنى ليست هي السبب الرئيسي ولكن هذا سبب يسهل كثيرا على الإقدام على أعمال عنف داخل الولايات المتحدة لتوفر وسائل استخدام العنف إن كان المتفجرات وإن كان حتى الأسلحة الفردية وربما من العوامل التي أرعبت الأمريكيين مباشرة بعد تفجيرات بوستن وقوى الانفجار بتكساس ومثم الحديث عن الرسائل المسمومة لمسؤولين أمريكيين من بينهم أوباما الآن تأكد أنه لا علاقة لهذه الأمور ببعضها يعني هي محط صدفة مسألة التوقيت هو بالفعل التوقيت مريب ولكن موضوع تكساس بصورة خاصة موضوع كان له ارتباط بتفجيرات سابقة خاصة تفجير أكل هومة الأسمدة التي تستخدم فيها مواد كيموية الحريق الذي بدأ في هذا المصنع والانفجار التالي والتوقيت باقتراب من ذكرى جعل بعض التكهنات حول احتمال أنه مدبر ولكن لا تزال حتى الآن تحقيقات تشير إلى أنه عمل عرضي يعني حادث بسبب أيضا إجراءات الأمن والسلامة المفقودة بصورة كافية في ذلك الموقع بالطبع ما جرى بالنسبة للرسائل يتم التحقيق مع الشخص الذي تم اعتقاله وهناك دوافع محلية خاصة داخلية إذن الجو العام هو جو رعب فعلا وصدمة للأمريكيين ولكن حتى الآن لا يوجد أي رابط بين كل هذه الحواد دعني أخذ تعليق سيد خالد على هذه النقطة تحديدا التوقيت الانفجارات في جيراد بوستن انفجار تاكسس والرسائل المسمومة المواجهة للمسؤولين الأمريكيين كلها في أربعة أيام تقريبا أنا أعتقد أنه مصادفة أنا احتمال أنه الذي أرسل الرسائل والذي هو اعتقل في الكونغرس الأمريكي عندما كان يحمل جزء منها من هذه الرسائل بعد يوم من حصولها ممكن جدا أنه قام بإرسال الرسائل بعد حادثة بوستن من أجل نشر الرعب لكن حادثة تاكسس على أغلب الأحوال هي حادثة عرضية وحريق نجم عن أن أحد العمال كان يقوم بلحم أحد الخزانات وبدون أخذ احتراس أي إجراءات احترازية كان هناك تخزن أمونيا داخل هذه البراميل وانفجر أحده سبب حريق أساسي والحريق انتشر والسبب انفجار كبير والخسائر قد تكون في الأرواح حتى الآن مؤكد أنه قتل 14 شخص لكن العدد قد يصل إلى 60 شخص هناك 60 شخص في أعداد المفقدين وليس معروف مصيرهم حتى الآن وبالتالي نتصور أنه مصادفة كاملة شكرا جزيلا لك سيد خالد صفوري المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأمريكية حدثتنا من واشنطن كذلك أشكر دكتور منذر سليمان مدير مكتب الميادين حدثنا عبر سكايب من واشنطن قبل الذهاب إلى فاصل سؤال الاستفتاء هذا الأسبوع عن المرسومة الذي أصدره الرئيس السوري بشر الأسد الذي يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 من الشهر الجاري السؤال هل تعتقد أن هذا القرار سيساهم في فتح كوة في جدار الأزمة السورية وكالعادة ننتظر إجاباتكم بنعم أو لا في الأسبوع المقبل نعرض مشاركاتكم أما سؤال الأسبوع الماضي فكان هل برأيك ينجح سينجح رئيس الوزراء اللبناني المكلف تمام سلام بمهمة تأليف الحكومة الأجوبة تقريبا مناصفة كانت من أجابوا بي نعم كانوا 55% ومن كانوا متشائمين بإمكانية تشكيل الحكومة من قبل تمام سلام جابوا بي نسبة 45% بريء من القتل حتى تثبت الإدانة في قضايا أخرى تابعونا بعد هذا الفاصل وموجز للأنباء أهلا بكم من جديد إلى العد العكسي بكثير من الصدمة والغضب استقبل المصريون قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسن مبارك وتبرئته من قتل الثوار وإن أعيد سجنه بتهم أخرى اللافت في الأمر أن مختلف الأحزاب والقوى السياسية سواء المنتمية إلى جماعة الإخوان للمسلمين أو تلك المنتمية إلى المعارضة استنكرت القرار ففيما اعتبرت جماعة الإخوان أن تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين استهزاء بأهالي الشهداء واستفزاز للشعب المصري رأى البعض الآخر أن القرار ما هو إلا دليل بي على خيانة الإخوان للثورة والشهداء أسئلة كثيرة طرحها البعض هل تبرئة مبارك مقدمة لسلسلة براءات ستظهر لاحقا؟ هل هناك صفقة ما بين الإخوان والرئيس المخلوع لاستعادة أموال مبارك المهربة وإنقاذ اقتصاد مصر؟ لماذا تمصت الكثير من الأدلة والحقائق فيما يتعلق بالمحاكمة ومن طمسها؟ ما سر ظهور مبارك بهذه الحيوية والثقة في آخر صور له من القاهرة سمية شناوي أعدت لنا تقرير تالي لتوضح المشهد أكثر قررت المحكمة إرسال الجنايتين المعروتين على المحكمة إلى محكمة السناف القاهرة لسيشعار رئيس الدائرة الحرج من نظرهما الحكم بإخلاء سبيل مبارك ليس الحكم الأولى في مسلسل البراءات الذي بدأ مع بدء محاكمات رموز النظام السابق ورغم قرار المحكمة باستمرار حبس مبارك على ذمة قضية أموال قصور الرئاسة أحدث إخلاء سبيله في قضية قتل المتظاهرين ردة فعل واسعة في مصر قرار وصفه البعض بتسوية حسابات سياسية بين فصائل الإسلام السياسي وحكم ما قبل الخامس والعشرين من يناير مطلوب قانون للعدالة الانتقالية نحن نتمنى لو كان بالإمكان محاكمة رمز النظام السابق على الفساد السياسي الذي تم على مدى 30 عاما وليس لأنه حصل على رشوة فيلا أو شيء من هذا القبيل نحن لا نريد أن نحاكمه جنائيا ولكننا نريد أن نحاكمه سياسيا الحديث حول صفقات المصالحة بين النظام الحالي ورموز نظام مبارك كمحاولة لاستعادة الأموال المهربة لإنقاذ الاقتصاد المصري عاد للظهور مرة أخرى بعد الحكم الأخير بإخلاء سبيل مبارك نحن ندفع ثمن أن المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين كانوا في مقدمة الأطراف التي تسهلت مع ضرورة الإسراع في إقابة محاكمات ربما ثورية من أجل التعامل مع النظام المخلوق بعض السياسيين اعتبر الحكم مقدمة لتبرئة رموز النظام السابق بينما اعتبره آخرون جزءا من إخفاق جماعة الإخوان في إدارة مرحلة الثورة ومطالبها أما المواطن المصري فيبقى أسير إحباطه من الحكم وقلقه على مستقبل الثورة نحن كنا بنقول عيش حرية عدلة اجتماعية كرم إنسانية نحن اتنازلنا على أربعة دولار وعودين حق الشهدة كده ثورة مصر سقطت بالإفراق بتاع مبارك في ظل المشهد المتأزم بين السلطة القضائية والنظام الحاكم دعت جماعة الإخوان المسلمين إلى مليونية تطهير القضاء التي وصفتها قوى معارضة بأنها حق يراد به باطن تبقى براءة رموز النظام السابق في رأي بعض القوى السياسية نتيجة طبيعية لصفقة يزعم البعض أنها تمت بين جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري فيما يرجعها آخرون إلى غياب تشريعات تسمح بإجراءات قانونية عادلة وبين الرأيين يبقى القصاص للشهداء معلقا حتى إشعار آخر سمية الشناوي القاهرة المياد ومعنا من القاهرة المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف في القاهرة أهلا بك سعد مستشار هل كان من الطبيعي قضائيا وقانونيا خلاء سبيل مبارك وتبرئته فيما يتعلق بقتل المتظاهرين بعد سنتين من الحبس مساء الخير أولا ما يحدث هو تسويق للرأي العام المصري بقصد تضليل الشعب المصري ما حدث هو مجرد قرار صادر من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل حسن مبارك لأنه أمضى في الحبس الاحتياطي سنتين وقانون الإجراءات الجنائية المصري يقضي بأن لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على سنتين وبالتالي أفرج عنه مؤقتا وأن القضية ما زالت منظورة أما الإخوان المسلمين فهم يسوقون للشعب المصري أن حسن مبارك حصل على البراءة ولكن حقيقة الأمر أنه قرار صدر لأن القانون يلزم المحكمة بإخلاء سبيل طالما قضى مدة سنتين في الحبس الاحتياطي ولكن جماعة الإخوان المسلمين في قانون الإجراءات الجنائية أيضا اعترضت على هذا القرار وانتقدته بشدة بالأمس كان فيه مليونية لحزب الحرية والعدالة جماعة الإخوان المسلمين احتجاجا واستنكارا لهذا القرار وكان موقفهم واضح أنه حملت القضاء بالدرجة الأولى مسؤولية إخلاء سبيل مبارك المسؤول عن إصدار هذا القرار هو المشرع وليس القاضي القاضي ينفذ القانون أما المشرع هو الذي يسن القانون الذي يطبقه القاضي وأن ما حدث من الإخوان المسلمين هو مسلسل تشهير بالقضاء المصري لأن الإخوان يريدون أخوانة القضاء وهذا لن يحدث وسوف نتمسك بعدم حدوثه أيا كان السمد ليس لمصلحة القضاء ولكن لمصلحة مصر أولا وأخيرا سيكون بكل الأحوال سنحاول الاتصال بشخص أحد المسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين لاستضاع هذه النقطة تحديدا فيما يتعلق بالتسويف وما تقول أنه أخوانة القضاء وهناك بالفعل معلومات عن نية الإخوان باستبدال ألفي قاد بالقضاء الموجودين حاليا من الذين ينتمون إليهم ولكن يجب التأكد من هذه المعلومات من أحد من قيادات الإخوان المسلمين الغريب كان لافتا جدا أن يظهر مبارك بهذه الثقة بالنفس بهذا الشكل الذي ظهر عليه بعيدا عن صورة الانكسار التي طبعت في أدهان الرأي العام المصري مؤخرا ألم يكن هذا لافتا؟ لا محاميه يعلم جيدا أن القانون يلزم القاضي بإخلاء سبيله وجوبا وليس جوازيا فأكيد أن محامي مبارك قال له أن القانون يلزم المحكمة بإخلاء سبيلك وإلا أخطأت المحكمة خطأا جسيما في تطبيق القانون ويجعل القاضي محل مسألة إذا لم يقم بإخلاء سبيله هذه نقطة النقطة الثانية ما يقال عن أن هناك قانون يعد لاستبعاد القضاء من سن ستين لسن سبعين فهذا لن يحدث مطلقا لسبب واحد وهو أن المادة مية وسبعين فقرة واحد من الدستور المصري تنص على أن القضاء مستقلون وغير قابلين للعزل وأحالى الدستور في فقرته الثانية من المادة مية وسبعين إلى القانون ثلاث مسائل فقط هي التعيين والبساءلة والندب وما لم يرد بشأنه نص في الدستور كالإعارة والنقل والترقية أما العزل لأن معنى تخفيض السن هو عزل القضاء أما العزل فهو محصن بنص الدستور وأي قانون يصدر بتخفيض السن سيطعن عليه بعدم الدستورية وستحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته أي انعدامه منذ نشأته طيب قل قبل قليل ولم يملك لخوان إصدار مثل هذا القانون ساتمشتشار قبل قليل وإذا يعد ذلك عبسا بالدستور والقانون نعم ذكرت أن القضية ما زالت منظورة أي قضية قضية تبرئة مبارك من قتل المتظاهرين أم أن التهم المواجهة إليه في قضايا أخرى جميع القضايا ما زالت منظورة أمام القضاء لم يحكم في أي قضية ضد حسن مبارك حتى الآن لم ليس هناك حكم بات أو أي حكم بالبراءة لصالح حسن مبارك حتى الآن ولكن أصحاب النفوس الضعيفة يسوقون للشعب المصري عند القضاء يبرئ مبارك بقصد إهانة القضاء وإنشغال الشعب بهذه المسائل الفرعية وبقصد كراهية الشعب للقضاء ولكن الشعب المصري مسقف ويعلم جيدا معظم نصوص القانون الشعب المصري لنفس جاهلا لهذه الدرجة الحديث معك وما زلنا نحاول في الواقع الاتصال بأحد قيادات الإخوان المسلمين لتوضيح بعض النقاط نتابع رأي تحديدا النائب رأي حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة ماذا قال عن قرار تبريئة مبارك بقتل المتظاهرين موسيقى موسيقى إذن سعاد المستشار السيد حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة يقول بالحرف أن النائب العام السابق عبد المجيد محمود هو الذي مهد لصدور هذا الحكم وأن ثورة ستحقق أهدافها ومحاولات إجهاضها ستبوء بالفشل بمعنى أنهم يستنكرون أشد الاستنكار هذا القرار طيب أيضا كان لافتا أن يكون هناك إخفاء ممنهج كما وصفه البعض لبعض الأدلة التي أعلنتها لجنة التقصي الحقائق أين تمسط كل هذه الأدلة ساعة المستشار أولاً أولاً المعروف وهناك قيادة في الإخوان المسلمين وقف وصور وأزيعت هتافاته في قناة الفراعين حينما قال كسرنا الشرطة وعندنا استعداد نكسارها مرة تانية فحرق المقرات الشرطة وسرقة سلاح الشرطة وقتل رجال الشرطة والتهجم على السجون وإخلاء المساجين كل ذلك كان مبرراً لإفساد الأدلة وأن الدليل المطالب به هو الجهات الأمنية وهي جهاز مباحث أمن الدولة والشرطة الجنائية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية والرقابة الإدارية وما إلى ذلك ويفترض أن الأخوان المسلمين لا علاقة له الآن بهذه يعني يده ليس طويلة بما يتعلق بهذه الأجهزة ويفترض أن تقارير أو حقائق من هذا النوع تظهر للعيان أليس كذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق هو مجرد رأي استنتاجي الرأي الذي تعول عليه المحكمة هو الشهود الذين تسمعهم المحكمة بنفسها وقانون الإجراءات الجنائية يلزم المحكمة بإعادة التحقيق رغم تحقيق القضية بمعرفة النيابة العامة وقد قامت المحكمة بالتحقيق بالفعل ولكنها لم تجد أي دليل فالأصل هو شفوية المرافعة فالمرافعة والتحقيق منوض بالمحكمة وقد حققت المحكمة ولكن الأدلة الفنية يعني معظم الشهداء لم يعرضوا على الطب الشرعي نظرا لحالة الفوضى التي مرت بها البلاد نتيجة الضغط على الشرطة وإرهابه كما أن هناك من تظاهر أمام مكتب النائب العام السابق وأغلقوا المحاكم وحرقوا بعضها مما جعل النائب العام يرسل القضايا قبل الحصول على دليل لأنه لو قام بحفظ هذه القضايا لقامت الدنيا ولم تقعد فقدمها للمحاكم والطبيعي أن القضايا قدمت بدليل ضعيف لأن النائب العام ليس هو المكلف بجمع الأدل لذلك ربما أنشئت لجنة تقصي الحقائق لجنة تقصي الحقائق أضافت وصف جديد إلى الاتهامات الموجهة لقيادات بوزارة الداخلية تحديدا وهو العلم بقتل المتظاهرين غير الاشتراك بقتل المتظاهرين ووصف العلم بقتل المتظاهرين يؤدي في نهاية المطاف إلى حكم بالإعدام هل هذا ما نتوقع بحق ربما وزير الداخلية حبيب العدل أو الستة من مساعديه هذا يرجع لتقدير المحكمة وكما قلت لجنة تقصي الحقائق كلامها ليس أكثر من استنتاج ولابد من سماع الشهود الذين استمعت إليهم لجنة تقصي الحقائق والعبرة هي ما يقوله الشهود أمام المحكمة وليس أمام لجنة تقصي الحقائق والمستشار فريد فهم الجزائر لأحد أقطاب رجال القضاء وكان رئيس محكمة استيناف القاهرة عرض عليه رئاسة لجنة تقصي الحقائق وعتذر لأنه لمس من خبرته القانونية في القانون الجنائي أنه لا جدوى من إنشائها فكل ذلك مقصود به أن يرمو بالكرة على القضاء نعم وهذا ما ذكره أكثر من مصدر في حزب الحرية والعدالة أنتقل إلى سيد سعد عمارة وكيل لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة قيل الكثير وسالة حبر كثير في الواقع سيد سعد عن مسألة الصفقات ما تمت من وراء القرار بتبرئة حسني مبارك بالرغم من الاعتراض الشديد الذي جاء على لسان أكثر مسؤول في حزب الحرية والعدالة من ما حكي مثلا أنه صفقة بين الإخوان ومبارك لاستعادة الأموال المهربة في الخارج وإمكانية إنقاذ اقتصاد مصر بما تردون هذا كلام لاستحق يرد الصورة قامت على مبارك والإخوان المسلمين هم أكثر من عانى في عهد مبارك مئات ألاف المعتقلين وعشرات ألاف الذين يعني عذبوا في السبقون فهذا لا يعقل بأي حل من الأحوال نعم طيب أيضا كلام آخر وأنا هنا يعني اسمح لي أن أنقل لرأي الشارع رأي بعض الصحافة والتسريبات أنه تسوي ما أو صفقة ما بين الإخوان المسلمين ودولة الإمارات بهدف إخراج بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين من السجون الإماراتية أيضا إلى أي مدى قد تصح مثل هذه التكاهنات أنا هذا في رأيي كلام أقل ما يقال في النوص الخيف لا يمكن بأي عقل أن أي وطن يضح بمصلحة بلدي وبالثورة التي قامت على نظام فاسد انتدى 30 سنة وظلم ملايين المصريين بأشكال مختلفة وانتهك عقوقهم الإنسانية والقانونية والاقتصادية أن يقال أن يخرج في مقابل 20 أو 30 واحد من الإخوان في الإمارات هذا كلام يعني الإخوان عانوا معاناة كثيرة بأكثر من ذلك مات عشرات الإخوان في السجون أصلا ولكن لماذا الهجوم اليوم من قبل الإخوان على القضاء وكأنه بالفعل هناك رغبة أو نية من قبل جماعة الإخوان المسلمين بتطهير القضاء وهذا ما دعت إليه صراحة وعلنية يقال أن حزب الحرية والعدالة يخضر أو يعد لقانون الآن لاستبدال القضاء الموجودين حاليا بقضاء تابعين بشكل أو بآخر لتنظيم الإخوان المسلمين وعددهم حوالي 2000 قاضي حوالي هذا كلام هناك لحقيقة هناك تناقض شديد بين ما قدمته في بداية الكلام وأنا تقوليني الآن كيف تكون صفقة من أجل مبارك والحقيقة أن من ضمن بسبب غضبة الإخوان هو إخلاء سبيل مبارك ضمن غضبة الإخوان على بعض القضاء وليس كل القضاء هي إخلاء محملة إخلاء سبيل حكم وراء الآخر لإخلاء سبيل مبارك حكم وراء الآخر لإخلاء سبيل الذين قتلوا الصوار أو المتامنة بقتل الصوار هذه واحدة مما يقال أن في ألفين قاضي تابعين للإخوان هذا كلام الحقيقة في طول عهد المبارك والذي بلغ سنة الستين الآن من القضاء أو يزيد دخل وهو ووكيل نيابة في عهد مبارك وعهد مبارك كما نعرف كان هناك لا يمكن لأحد يدخل كوكيل نيابة من الإخوان أو قريب من الإخوان أصلا كان تنظيم محظور هذا معروف كان محظور علي دخول السرطة والقضاء العسكرية ووزارة الخارجية والنيابة العامة شكرا جزيلا لك سيد سعد أمارة وكيل لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى كذلك أشكر سيد زكريا المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الإستناف القاهرة حدثمان من القاهرة نعرض الآن قبل ذهب إلى الفقرة الثالثة من العد العكسي لبعض المشاركات على الفيسبوك ملينا تقول تبعية مبارك دليل آخر وقاطع على خرافة وما تسميها مسخرة الربيع العربي سليم سليم أقترح عليكم طلب واحد هو الموافقة على ظاهرة معالجة قصد ظاهرة تصدير الإرهاب عبر القنوات التكفيرية بطبع هو ذكر هذه القنوات نحن لا يعني للأمانة الصحفية لا نستطيع ذكرها سيري النور لن نستغرب أن يتبنى أحد هذه التفجيرات ويكون هذا مبرر لاحتلال بلد ما أعتقد أن أمريكا وفرت وتوفر الأدوات وطريقة التفجير ومكانه بشكل غير مباشر عبر تعامل ليتبنوا هذا التفجير باسم القاعدة محمد فاتح أمريكا حائرة لا تدري ماذا تفعل فقدت الكثير من قوتها أمام الصين وروسيا ما ينفعها 11 سبتمبر آخر إذن كانت هذه بعض المشاركات السريعة على الفيسبوك الآن نذهب إلى فاصل قصير لكن قبل ذلك لماذا ترفض واشنطن الاعتراف بنتائج الانتخابات الفنزولية وماذا يعني ذلك تابعونا بعد الفاصل بشكل واضح وصريح اعتبر تدخلا صارخا في الشأن الداخلي للبلاد انتقدت الولايات المتحدة الأعلان الرسمي عن فوز نيكولاس مادورو برئاسة فنزولا استهجن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية التسرع بأعلان النتائج قائلا من الصعب فهم لماذا أعلن المجلس الوطني الانتخابي فوز مادورو قبل نهاية عملية احصاء جديدة للأصوات لكنه ندد في الوقت نفسه بأعمال العنف التي تلت عملية الاقتراع مادورو بدوره اتهم خصمه زعيم المعارضة انريكي كابريلس بتنفيذ انقلاب كما اتهم من سماه اليمين الفاشي بالسعي إلى إثارة حرب أهلية كما في ليبيا أو سوريا واعدا بمواصلة الثورة الاشتراكية التي أطلقها الزعيم الراحل هيوغو تشافيز منذ 14 عاما لماذا هذا الغضب الأمريكي من فوز مادورو ما حجم الدعم الذي وفرت واشنطن لكابريلس وماذا تريد واشنطن من كاركاس في هذه المرحلة نطرح هذه الأسئلة على السيد يوجين بوريير وهو ناشط في منظمة أنسر معنا مباشرة من واشنطن أهلا بك سيد يوجين معروف موقف واشنطن من فنزولا تاريخيا أو في التاريخ الحديث على الأقل لكن لماذا برأيك دخلت بهذا الشكل الصريح والفاقع كما رأاه البعض على خط رفض النتائج لانتخابات الفنسولية أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تكون واضحة وصالما في رفض الانتخابات لأنها أرادت أن تفعل كل ما في وسائل لكي تعزز المقاومة لسيد الرئيس وشهدنا في أمريكا الاتينية وفي دول عدة في العالم انتخابات كانت تسمى بأنها حرة ومستقلة وكانت هذه الحال في فنسولا لكن المعارضة ظلت تعزز الاتراف في المنطقة وشنة حملة واسعة نطاق تشمل العنف وهي بحاجة بالتالي إلى هذه المظلة مظلة الدعم الدولية التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وهي العدو اللدود لرئيس تشافز وأرادت أن تفع كل مفوازها لكي تساعد في تعزيز قدرة المعارضة وأن تنزل إلى الأرض وأن تقوم بهذه الأعمال الفوضوية وهل سيكون بنيتها ربما أحداث قلاقل أو اضطرابات من نوع بشكل أو بآخر بشكل مباشر أو غير مباشر يعني هناك اتهامات اليوم للولايات المتحدة بأحداث انقلاب من قبل مادورو ومن قبل غيره من رؤساء أمريكا اللاتينية هل تعتقد أنه يعني تعمل واشنطن على هذا في المدى البعيد نعم بالطبع لقد شهدنا ذلك قبيل الانتخابات في نهاية شهر أذار مارس حيث صدرت مذكرة على مقاوي ويكيليكس تظهر أن الولايات المتحدة الأمريكية قد عززت تهديداتها على مرع العقد السابق من خلال تفعيل استراتيجياتها لتخيير الأنظمة في فنسولا ولإقناع الناس على عدم دعم الرئيس ونعرف كذلك أنه في دول مثل هندورس وفي دول أخرى من أمريكا اللاتينية نشطت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا في العام 2002 أن الحكومة الأمريكية كانت دائمة لانقلاب يهدف إلى خلع الرئيس تافس وبالتالي أعتقد أن الرئيس الأمريكي يتعاطف مع المعارضة الفنسولية ويسعى إلى تعزيزها بكل الطرق الممكنة لمعارضة الرئيس المنتخب بشكل مشروع ما دوره والاستيلام على السلطة بكل طريقة ممكنة حتى من خلال الانقلاب والانقلاب العسكري وكل شيء محتمى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الترويج كما فعلت سابقا لعدم الاستقرار والإضطراب وذا فعلت ذلك في السابق فبالطبع أنها ستفعل ذلك مجددا وربما تصديقا لهذا الكلام سيد بوريار نذكر تماما بعام 2002 كيف دعمت الولايات المتحدة الانقلاب لمدة 48 ساعة عندما سقطت شفازها كذلك كتبت الصحف الغربية وكانت واشنطن العاصمة الأولى في العالم بالواقع التي اعترفت بمن تسلم وقتها الرئاسة بيدرو كارمونا اسمح لي أن أقرأ ما كتبوا كل من خرخي مارتن وألين وودز عام 2005 عن فنزولا تحديدا يوم يقول كل من خرخي مارتن وألين وودز يوم الثلاثاء في 26 من أبريل 2005 وعشية انطلاق كوندوليسا رايس في جولتها الأمريكية اللاتينية صدر مقال على صفحات نيويورك تايمز تحت عنوان الولايات المتحدة تسعى إلى تقوية موقعها في مواجهة فنزولا يستشهد كاتبه خوان فوريرو بمصادر رسمية أمريكية لم يسمها تؤكد أن إدارة بوش تدرس احتمالات تبني مقاربة أكثر حزما بما في ذلك العمل على تقوية التمويل الموجه للشركات والمجموعات المعارضة لهذه الحكومة اليسرية أي لحكومة تشافز يتابع فوريرو في مقاله أن واشنطن قد شكلت غرفة عمليات متعددة لتحديد هذه المقاربة إذن الآن ربما وضحت أكثر هذه المقاربة مع الانتخابات الأخيرة في فنزويلا أعتقد بالطبع أن الأمور أصبحت أكثر وضحا فالمعارضة في فنزويلا والولايات التحدة الأمريكية تتبع موقفا واضحا لمفادها أن الأوقات دقيقة وربما هي الفرصة الأفضل والأمثل بالنسبة إليهما منذ العام 2002 ومنذ العام 1989 بهدف زعزعة الثورة البوليفارية في فنزويلا ونشهد حاليا اتساع رقاط الحملات المعادية ولقد شهدنا الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تنبس بانتشاف عن أن السيد كابريليس قدم الكثير من المعلومات الخاطئة مدعيا التسوير في هذه الانتخابات ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية تتعام المعارضة والإدعاءات طوال الوقت ويدلل ذلك على عدم الاكتراف بالحقيقة ليس فقط من خلال الاعتراف بنتيجة الانتخابات بل أيضا من خلال الاعتراف بأن الشخص الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية ينشر الكثير ويعزز الاضطرابات في الشارع ويعني ذلك أن الهدف الأمريكي هو الهدف نفسه الذي تجلى في السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية وهو احتواء التطور الحصف الفنسولة وقلب الأوضاع ومنع الشعب الفنسولي وذكى النموذج الذي يمثله الشعب الفنسولي من الانتشار في هذه القارة الأمريكية اللاتينية التي بدأت ترفض أن تكون تحت حكم أقلية من الأشخاص ماذا يعني أن واسنطن لن تعترف بنتائج هذه الانتخابات ما الذي يمكن أن يترتب على ذلك أعتقد أن ذلك قد يؤتي إلى حالة من الزعزع والإطراب في نهاية في حال عدم اعتراف من التحل الأمريكية بالانتخابات علما أنها تقول حاليا أنها في انتظار نتيجة التطقيق العام الذي ستجريها الحكومة في فنسولا ما سيحصل عندها ذلك سيعطي الشرعية للحكومة أو للمعارضة الراغبة في قلب الحكومة هل لديكم ربما انقطع الاتصال بسيد يوجين بوريير بالفعل انقطع الاتصال بكل الأحوال أنا أشكرك سيد يوجين بوريير وعن تناشط في منظمة أنسر حدثتنا من واشنطن نمر أيضا على مشاركات أخرى في الفيسبوك حمزة الجعفر لا تعليق جديد أو لا معلومة جديدة فقط أريد شكركم على هذا البرنامج المميز نحن نشكرك على مشاركتك حمزة وأندل خلف عن المافيات والسوق السوداء بسوريا لو وقفت على هذا لكان الأمر بخير عما هو موجود في سوريا ومع كل هذا للآن تسمى الأحداث في سوريا ثورة قتل وسفك دماء وسرقة ونهب وخطف وتجارة أعضاء ودعارة جهادية كما يسميها مهند كل من لا يمشي على الهوى الأمريكي يحارب ويضطهد وبكل الوسائل الممكنة أحمد عمر بالنسبة لتفجيري بوستون هناك ألف سؤال وسؤال لماذا الآن لماذا هذا المكان الشيء الأكيد أنه يوجد شيء معين خلف هذه التفجيرات وهذا الشيء أكبر من مجرد عملية إرهابية لخلية تستهدف الأمريكيين لسنا سذج لهذه الدرجة بالنسبة لفوز مادورو نود يبارك أحمد لأحرار العالم بهذا النصر التاريخي كما يسميه نيف مشرقي فوز الرئيس مادورو أيضا يعلق عليه يقول جعلنا نتذكر عهد كل من عبد الناصر ونهرو وصدام والأسد وبنبلة وغيرهم شكرا على مشاركاتكم نذهب إلى الفقرة الأخيرة في العد العكس حلب الشهباء هل باتت أرضا خصبة لتجارة الأعضاء تابعونا بعد الفاصل تابعونا هي تجارة ليست حكرا على أحد لكنها تنشط وتجد سوقها في زمن الحروب والتفلت الأمني التجارة بالأعضاء تجارة تزدهر هذه الأيام في سوريا لسيما في الأجزاء الشمالية من الحدود مع تركيا ويقال أن مدينة حلب وأحياءها الشرقية مصدرها الأساس لا يمكن توفر صور أو فيديوهات حية عن هذا الموضوع نظرا لطوق السرية الذي يضرب حوله من قبل القائمين عليه كما أن الخصول على شهادات لأشخاص تعرضوا لعمليات من هذا النوع لا يبدو سهلا مع ذلك استطاعت الميادين بصعوبة الوصول إلى أحدى هذه الشهادات سنعرض لها في إطار نقاشنا عن هذا الموضوع وفيما توفر من معلومات شحيحة عن بعض مواقع الإنترنت فأن مصادر تركية مطلعة تنقل عن أطباء أمريكيين وفرنسيين أن هناك شبكة من عدة دول تضم في صفوفها مسؤولين أتراكا وأمريكيين وفرنسيين تقوم بالإتجار بالأعضاء البشرية حيث يمارس أفرادها عمليات قتل منظمة لسوريين يقيمون في مخيمات فوق الأراضي التركية هل الإتجار بالأعضاء بات رائجا فعلا في سوريا كأحد إفرازات الحرب أين وكيف تتم هذه العمليات ومن يقوم كيف يمكن الحد منها أو إنهاؤها ربما نطرح هذه الأسئلة وغيرها على بركات كارس الكاتب الصحفي والمحلل السياسي التركي من أنقرة ألم بك سيد بركات أولا نريد أن نعرف إذا كان بحوزتكم معلومات أو معطيات عن هذه المسألة التجارة بالأعضاء خاصة على الحدود بين سوريا شمال سوريا والتركيا طبعا تجارة الأعضاء ليس جديدة على الساحة التركية أولا هناك في شبكات بالحقيقة صهيونية منذ سنين طويلة وهي التاجر في الأعضاء وخاصة في الكليف ولكبت وإلى آخر من الأعضاء جسم طبعا هذه المناخ الحرب التي الدائرة والقزر الآن في سوريا وعلى حدود تركيا بالذات طبعا وفر المناخ لهذه الشبكات أن تشتغل وتتحرك بارتياح أكثر عن ما كانت عليه سابقا لذلك الآن نحن طبعا الصحف كان والشعب كان والأخبار ومن عديد من الناس اللي بالحقيقة تطلع على هذه الأمور وهي تمر فيها تبين بأنه هذه التجارة الأعضاء أصبحت تجارة كبيرة جدا وهي الآن تقوم فيها مجموعات من داخل سوريا على الحدود التركية على الطرفين من خلال المشافي المتجولة دائما التي حاولوا وشكلوها من خلال طبعا أطباء أطباء متعددين جنسية يقال أنه بينهم أطباء ربما أمريكيين وفرنسيين وأتراك وغيرهم لكن أنت شخصيا هل التقيت أو تناهى إلى مسامعك من أحد من معارفك مثلا أنه التقى بأناس مروا بتجارب من هذا النوع نعم نعم التقيت أنا بالحقيقة من قبل يومين من قبل يومين بممرضة كانت تعمل في مشفى داخل جسر الشغول وهي سورية جنسية وبالفترة الأخيرة هربت وخرجت إلى تركيا هذه شاهدت بعينها وطبعا لا تريد أن تعلن عن اسمها شاهدت في عينها بالأشخاص التي أصيبوا في جراح وأتوا إلى تركيا نقلوا إلى تركيا ثم بعد أسبوع رجعوا رجعوهم إلى المشفى أيضا رجعوا إلى المشفى في سوريا وتبين معهم عندهم التهابات هناك وهذه التهابات عندما فتحت العملية تبين بأنه الكلية متخزة يعني هذه بثلاث حالات موجودة هذه الآن سيشهادت هذه المسألة من دون أي صور يعني فقط للتأكد ربما أكثر الصورة باتت في هذه الأيام أصدقوا إنباءا من الكتب أو من الكلام بكل الأحوال هل في صور على ولو أنه نعرف صعوبة الخصول على صور أو مقاطع فيديو بهذا الخصوص هي هو طبعا في ناس تصور هذه الشيء لكن هذه اللي يقوم بتصوير هذه المسألة للأسف الشديد هم كمان يقومون ببيع هذه الصور وهذه الأشرطة كان من خلال التلفونات الجوال أو من خلال شغلات أخرى في حدث أخرى كمان من قبل الأسبوع فقط تمت على حدود كمان التركية السورية هناك سيارات إسعاف سيارة إسعاف اللي كانت تسعف الناس بالفترة الأخيرة تبين بأنه كمان شهود أعيان أكدوا هذه المسألة بأنه ثلاث جسس أتت وفتحت من خلال هذه المشافي على الحدود المشافي الجوال المتجولة وأخذت منها الكبت والكلية وهذه أصبحت منتشرة عند الناس كل أحد يتحدث فيها في أنطاكيا أو في كيلس أو في مناطق أخرى بين اللاجئين وحتى بالطرف الآخر في الواقع نحن نجدد الكلام عن صعوبة الخصول على صور من هذا النوع لكن كاميرا الميادين سيد بركات استطاعت في الواقع التقاء أن تلتقي أحد من يعرف وناس وأقرباء عانوا من هذه المسألة هي أم محمد من منطقة بستان الباشا ويبدو أن أحد معرفها تعرض لسرقة أعضاء نتابعها سويا ثم نعود لو سمحت الشاب أضغطوا عليه أنه ينشق وين هي بين منطقة أول شيء من منطقة الهلوك من منطقة الهلوك كفيلة انشق وراح مع الجيش الحر وتصوّب صوّب إصابته يعني كانت كبيرة أخذوا الجيش الحر عساس لي يأسعفوه يعانجوه دوو أخذوه تركيا وتفاجأوا الأهل باتلت أسابيع بيجيون تليفون إنه أدنكم مات أولا الجسة ناقصة عضو عضو جسمه اللي هي الكليل بالإضافة إلى هذه العينة هناك بعض الأسماء نشرت نشرتها بعض مواقع الإنترنت لا ندري ماذا صحتها في الواقع يعني جاسم المنبجي أيضا حميد المنبجي هو أحد أقارب ويتحدث عن نفس المشكلة ذهب إلى أحد المستشريات في تركيا عادة بعد أربعة أيام ثم توفي وفي النتيجة كان من دون كليا اكتشف أنه من دون كليا وتوفي بهذا السبب أيضا سليمان تركوماني تعرض لنفس المشكلة هل يعني ليس بالضرورة أن نكون أمام فريق سياسي ربما يقوم بعمليات من هذا النوع وتجارة الأعضاء لأنها مربحة بشكل بشكل عام ربما يقوم بها كل من يتوفر له ذلك أليس كذلك ولكن نحن هنا نتحدث عن مناطق الشمال السوري يعني حلب ومن ثم إلى تركيا نعم عزيزتي في هذه الأمر الآن هناك كما التقيت أنا شخصيا بعد الدكاترة التي سمعوا في هذه الأخبار طبعا لم يتأكدوا هذه المسألة من خلال الصور أو من خلال فيديو أو غيرها لكن لديهم معلومات من خلال الناس اللاجئين في المخيمات بأن اللاجئين في المخيمات عندما يروحوا يسجلوا ويطلبوا أدوية تبين عند هذه الدكاترة بأن هذه الناس يبعثون من خلال بعد المشافي الإسمه مشفى لكن هو يا أما في بيت يا أما في سيارة يا أما يعني في دكتورين أو ثلاثة وهم بالأغلب أجانب أو ناس دكاترة عرب من من بلدان الأخرى التي يشتغلون مع هذه العصابات المسلحة والتي يقوموا بهذه الأعمال على بالطرف التركي كان أو بالطرف السوري بالأغلب هو يتم هذا على الأراضي السورية التي يقولون محررة بين خلال ضمن السيارات الأسعاف يقومون بهذه الأمر ويحتاجوا لأدوية كثيرة عندما يحتاجوا للأدوية يبعثوا كثير من الناس برشتاتات إلى المشافي التركية أو للدكاترة الخاصة أو الغير الخاصة للحصول على هذه الأدوية بالمشافي الرسمية التركية لحظة الآن لم تؤكد هذه العمليات وهناك دكاترة كثير نعرف في المنطقة يتابعون كل هذه الأمور وخاصة المصابين أو الجرح هذا لم يتم في المشافي الرسمية الدولة المعروفة بقدر ما يتم هي بالمشافي الغير الرسمية المعلنة وبعد منها طبعا التي شكلت من خلال المعارضين السوريين على الأراضي التركية نحن بالواقع نتمن هو بطبيعة الحال لن تكون المستشفيات التركية الرسمية أو أي مستشفيات رسمية ترعى مثل هذه العمليات أو توافق عليها ونتمنى بالفعل أن من لديه تجربة أو يعرف عن أشخاص لديهم تجربة أن يتواصل معنا فقط لكي لا نكون نلقي التهم جزافا هنا أو هنا تفضل بسرعة الآن اتحاد أطباء تركيا بدأ يتابع هذه الأمر من خلال مسؤولين ومهتمين في هذه المسألة وفي تركيا بعديد من المناطق تقريبا ترضى أكثر من ست دكاتر الآن التي لهم ضلع في هذه الأمور حتى هي لو كانت إدعاء ترضى أو سحبت منهم بعد الشهادات الدكتوراء في هذه الفظة وفي الآن أمام المحاكم ما يقارب عشر شخصيات يطالب بأحكامهم بالمئات السنين من الدكاتر الموجودين على الساحة التركية وفي منهم حكم للأسف الشديد هذه حالة منتشرة كثيرا وعندما على مستوى المخيمات والحدود هذه أصبحت شغلة شائعة وضحيتها دائما الفقراء واللاجئين وكأنه لا يكفيهم ما يتعرضون له شكرا جزيلا لك سيد بركات كارس الكاتب والصحفي والمحلل السياسي التركي حدثنا من أنقرة إلى هنا مشاهدين نأتي إلى ختام العد العكسي لكن نمر على أيضا عدد من المشاركات قبل أن نودعكم مشاركة من يامن عبدو عن الموضوع السوري صدق الرئيس السوري عندما قال أخشى أن يكتف في التاريخ أن السوريين دمروا بلدهم بعيديهم وأعتقد أنهم دمروها فهل يعقل ما يحدث السوري يقتل أهخاء السوري ويبيع أعضاءه لحساب من ما يحدث نرمين عزام أيضا بموضوع سوريا بالنسبة لسوريا من يقوم بمتاجرة الأعضاء هم أشخاص يفتقدون للضمير والإنسانية بالنسبة لتفجيري بوستن ضرب قاسية تلقتها الولايات المتحدة بعدما كانت تظن بأنها قضت على الإرهاب محمد فاتح سوريا مثل ما حدث في الجزائر هؤلاء مرتزقة ستشى سوريا فضائع صفقة مع السعود والإمارات الشمس هي لعبة سياسية لا أكثر ولا أقل بما يتعلق بتفجيري بوستن 11 سبتمبر كلها بحجمها هي عملية قامت بها استخبارات أمريكية وهذه تفجيرات صغيرة أخيرا كهينة ناول هفال هناك طبخة تحضر في المنطقة لها علاقة بسوريا ما بعد الأسد أشكر سامر سيرين سامير حسين حسام الحش حسن دماني توفيق مهدي شريف وغيرهم ممن شاركونا هذه الحلقة من العد العكسي أشكر منتجة البرنامج ريتا وهبي والمخرج حسن راضي على جهدهما الدائم في العد العكسي الشكر الأكبر لكم مشاهدين على أفائكم في متابعة البرنامج استودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة